قد تبدو العاصمة المؤقتة عدن بعيدة عن الحرب التي تدور على أطراف المحافظات الجنوبية كالظالع وأبيا وشبوة لكنها لا تعني أبدا أنها غائبة عن قاموس الآلام والأحزان التي يعرفها اليمنيون منذ أكثر من ثمان سنوات حين أدارت ميليشي الحوثي عجلة الحرب يعايش المواطنون هنا آلاما يومية يرون مشاهد القتل أو يسمعون أخبارها هنا تدور حرب من نوع أخرى قد لا يرى المواطنون الدبابات والمدافع لكنهم يرون نتائج الانفلات الأمني وكأن عدن مسرح لجرائم أخرى في المدينة الهادئة قد تتحول الأعراس إلى مآتم والضحكات إلى بكة في منطقة المعلى تحاصر قوات الطوارئ منزل مواطن أقدم على إغلاق شارع لإقامة عرس نجله ثم أطلق النار في الهواء احتفالا بالمناسبة لتصيب الرصاصات الطائشة أحد أفراد قوات الطوارئ وتؤدي إلى وفاته على الفور الانفلات الأمني مشكلة تعاني منها عدن منذ تحريرها فعلى الجانب الآخر من المدينة وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحادثة السابقة يقتحم مسلحون مجهولون منزل قائد عسكري في المجلس الانتقالي التفاصيل أن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل القائد والضاح عمر عبد العزيز في حي الممدارة وعبثوا بمحتوياته واستولوا على بعضها لن ينتهي صراع النفوذ في عدن ولن تتعافى المدينة ما دام تدفق السلاح إليها مستمرا وما دامت المدينة تمتلئ بالكيانات الصغيرة المسلحة